ابنة مرهان رمضان محدودة عن محمد عبد الرازق مرهان رمضان محمد عبد الرازق هجوم حاد ودعاوي مقطعة فرح ابن الداعية إسلامي يصير الجدل بسبب تصريحاته السابقة حيث تصدر اسم الداعية لإسلامي الشيخ رمضان عبد الرازق ترند منصات السوشال ميديا وده بعد تعرضه لهجوم كبير من قبل الجماهير تزامنا مع احتفاله بعقد قران ابنته نوران نظرا لما ظهرت به دون حجاب خلال حفل زفافها حفل الزفاف والأقيم داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد حيث شهد الحفل حضر عدد كبير من شيخ الأزهر والدعاء البارزين من بينهم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والشيخ محمد أبو بكر والإعلامية لمياء عبد الحميد وأيضا الشيخ يسري عزام وحرس الجميع على التقاط الصور التسكيرية في هذه المناسبة السعيدة ولكن تعرض الشيخ رمضان عبد الرازي الداعية الإسلامي لهجوم شديد من قبل مستخدمي منصة فيسبوك بالتحديد وده بعد ما ظهرت بنته نوران خلال حفل زفافها وعقد قرانها دون أن تلتزم بالحجاب الشيء اللي خلى كتير من الناس انتقد هذا المظهر لما كانت والدها الدينية وانتشرت منشورات انتقدها من خلال المواقع وكتب أحد المستخدمين الشيخ رمضان عبد الرازي في أول مناسبة عما ظهر فيها أهل بيته بدون حجاب واتبع ذلك مستعينا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقطا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وتصارع رواد السوشيال ميديا في تذكير الشيخ رمضان بما كان يصرح به خلال لقاءاته تلفزيونية بتصريحات مصيرة للجدل نحو تعليق الرجال على ملابس زوجاتهم وبناتهم حيث تحدث سابقا عن فريدة الحجاب وأن المرأة غير المحجبة آسمة مما جعل البعض يعيدون نشر ذلك الحكم الشرعي الذي قال به الشيخ رمضان عبد الرازق بشأن الحجاب تعتقدين لمناقضة فعله قوله وفقا لصور زفاف ابنته